اشتركوا في القناة طبعا الحال كيفية مراعاتها اثناء التحضير او التخطيط لدرس التاريخ والجغرافيا طبعا الحال في هذا الفيديو القصير سوف نتحدث عن كيف يساعدنا الكتاب المدرسي الخاص بالمادة في مراعاتنا لكفايات المادة سنأخذنا مدج لهذا الكتاب وهو كتاب مخصص لمستوى الاولى باكالوريا هذا الكتاب سوف نستعين به لتعرف كفايات التي يجب مراعاتها اثناء التخطيط وتدبير درس التاريخ والجغرافيا كما تعلمون الكتاب مقسم الى قسمين قسم خاص بالتاريخ وقسم خاص بالجغرافيا النصف الاول هو خاص بمادة التاريخ وهنا في بداية هذا الكتاب المدرسي ستلاحظون ان هناك صفحة مخصصة لكفايات وقدرات مادة التاريخ وهذه الكفايات هنا صنفت الى اربعة ولكل كفايات قدراتها طبعا الحال المخطط يطلع هنا على الكفايات مثلا اكتساب كفايات تقافية معرفية ولدينا قدرات خاصة بهذه الكفاية كاكتساب المفاهيم مرتبطة بالتحول التاريخية لاحظوا مثلا توظيف المفاهيم مكتسبة لرصد وفهم تحول الكبرى للعالم الرأسمالي وغيرها من القدرات التي هي معرفية وتتماشى مع الكفاية المعرفية ثم لدينا النوع الثاني من الكفايات وهو التموضع في الزمن والمجال وكذلك خصصت له مجموعة من القدرات لاحظوا كامثلة ترسيخ مفوم بالتحقيب التاريخي ترسيخ القدرة على ترتيب الاحداث زمنيا القدرة على توطين الاحداث في المجال بمقاييس مختلفة هناك كذلك كفايات منهجية تواصلية ولها كذلك مجموعة من القدرات كالنهج التاريخي منهجية قرأة وتحليل الوطائق التاريخية قرأة وتحليل مختلف أشكال التمثيل المبياني الجانب الخاص بالكتابة المقالية وكلها كفايات يراعيها المدرس أثناء تخطيطه بطبيعة الحال للدرس نموذج آخر ترسيخ القيام والاتجاهات هذا الجانب السوسيو عاطفي أو الوجداني لاحظوا اتخاذ مواقف إيجابية من التطورات التاريخية اتخاذ مواقف إيجابية تجاه الهوية الحضارية المغربية الإسلامية وإنجازات الحضارة الإنسانية في الفترة التاريخية المدرسة هذا مثال بالنسبة للتاريخ ثم بإمكانك أن تنتقل إلى النصف الثاني للكتاب مدرسي هنا لاحظوا نجد الكفايات والقدرات الخاصة بمادة الجغرافيا وبدورها نجد كفايات تقافية معرفية لاحظوا مثلا مفاهيم ومصطلحات جغرافية مرتبطة من موضوع تخصص الجغرافيا جغرافية المغرب والعالم العربي لأن هذه المواضيع المجال المغربي إعداد التراب هنا الجانب المفاهيم تشخيص المجال المغربي على مستوى الموارد الطبيعية تحديد تقسيمات المجرية الكبرى والتمييز بينها خصائصها هذه كلها قدرات ترتبط بالكفاية التقافية والمعرفية نجد نوع تاني من الكفايات المنهجية والتواصلية مثلا لاحظوا القدرة على توظيف النهج الجغرافي وصف تفسير تعميم توظيف وسائل التعبير الجغرافي تنمية القدرة على توظيف النهج الجغرافي في دراسة موضوعات جغرافية القدرة مثلا لاحظوا آخر قدرة تنمية القدرة على التواصل مع الآخرين عن طريق العروض واللوحات والمعارض المدرسية ثم لدينا النوع الأخير اتخاذ مواقف إيجابية وجاه البيئة والجانب مثلا هنا الجانب الوجداني والسوسيو عاطفي يظهر بأن المقرر يهتم خاصة بالجانب البيئي كطبيعة الحال التربية المجالية تعامل نقضي تجاه أشكال تدبيل المجال أهمية جهود المغرب من أجل تحقيق التنمية المستدامة أهمية جهود العالم العربي في مواجهة مشكلة الماء وظائرة التصحر تقدير أهمية الشراكة من أجل التنمية ومواجهة العلماء وكلها قدرات مواقفية وجدانية تخص المتعلم وطبيعة الحال تتماشى مع المقاربة بالكفايات إذن هذه كانت نبدة فقط عن ما يمكن أن يقدمه الكتاب المدرسي للمدرس أثناء تحضيره لجدادة خاصة بمادة التاريخ والجغرافيا بطبيعة الحال تخطيطا ثم تدبيرا أثناء الفصل فنلاحظ بين الكتاب المدرسي وقدم لنا مجموعة من المعطيات خاصة بالكفايات تساعدنا بطبيعة الحال في تخطيط وتدبير وتقويم كذلك درس التاريخ والجغرافيا شكرا على حسن انتباه وإلى موعد اللاحقين بإذن الله شكرا